هذه أسهل و أسرع و أهلت وصفة القرطان ممكن تحضروها تأخذوا كمية السلسة الطماطم التي تحكو عليها فصل التوم كمية الكفتة تتبلوها بالملحة البزار خرقهم تحميرها كمية المركز الطماطم و الزيت تفتتوها مزيان و تشحرها حتى الطين من بعد نحضروا سلسة البشاميل التي نضوب لها جوج مع القضية الزبدة مع جوج مع القضية الدقيق نحركهم مزيان و نزيد هنا نصف لطر الحليب بالتدريج نتبلوها بشوية اللي ملحة اللي بزار كذلك مع التحريك المستمر حتى تغللينا السلسة بهذا الشكل هذا نصف الكمية نضيفه على السلسة الطماطم و نحركه مزيان مع شوية الجبن نضيف عليهم كمية اللي باط أي نوع اللي باط و فرع عندكم من بعد ما يكونوا تسلقوا و طبيعة الحن نخلط كل شيء و نضيفه في الطبق اللي يدخل الفران و نزيد كمية السلسة البشاميل التي تبقت لياه مع شوية الجبن مع فروم و كل شيء في الفران حتى يدوب لنا الفروماج و تقدموا سخون ملدى فيه اللي ديت بزاف بزاف جربوها ما بقيش تصغنب عليها